او زي الفرق اللي بتعانيهم ومناس عزية يعني مزانية النادي الاهلي بدون دخول في التفاصيل كده يعني الحمد لله يعني بكرة فيه مفاجأة فيه رعاية جديدة للنادي الاهلي وقد تظهر على فنلة النادي الاهلي في المبركة اه بإذن الله إضافة جديدة فيه حد جديد في ظهر الاهلي بس فيه حد جديد بكرة في ظهر الاهلي طبعا طبعا مبروك بإذن الله انتهت الموافقات وكل حاجة وبعدين هيتعامل الإيفنت الرسمي في وقت يحدد على أعلى مستوى من الشركة أهو دا يا جماعة للمونة سعدل بيقولوا جزء من مصدر الدخل بتاع النادي لما أجأ أقول الموقف المالي بتاعي أن أنا عندي رعاية لفريق الكرة قد كده بيدخلوا قد كده أنا بعمل صفقات قد كده هو ليه الهدف أن أنت إراداتك أو مصرفاتك ما تزيدش عن إراداتك عشان ما يحصلش عجز وما فيش عقود تلاقي الناس اللاعبة بقى تلاقيت نفسها في الشارع لأنك ورد إن جدا النادي لا يافي بالتزاماته اللاعبة دول محترفين المدربين المتعاقدين دولهم حقوق فبالتالي لازم إراداتك تغطي مصرفاتك ولازم أن تثبت مصدر سروة إراداتك جاية منين غير كده لأ تعالي على جنب أو اطلع على النيابة عايز إثباد مصدر سروة إحنا للأسف ألف باق عندنا ده مش موجود ومش هينفع يبقى فيه كورة ولا فيه دوري ولا مصدر